بلغت تواترة التضخم السنوية 5.8% نهاية شهر أكتوبر مقارنة بالعام الماضي والذي قدر بمعدل 5.2% العام الماضي هذا حسب إحصائية الدوان الوطني الأخيرة ارتفاع واترة التضخم سببه ارتفاع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية في الفترة ما بين شهر نوفمبر 2015 إلى شهر أكتوبر 2016 وهذا ما فاقم ضحف قدر شرائية للمواطن الذي يواجه سنة جديدة مثقلة بالضرائب وزياداتها وفي شهر أكتوبر الماضي سجل مؤشر الأسعار السهلاكية ارتفاعا مقارنة بشهر سبتمبر من نفس هذه السنة بمعدل يقترب من واحد بالمئة حيث كانت أسعار المواد الفلاحية وأسعار المواد الغذائية المصنعة أكثر المنتجة ارتفاعا وفي شهر واحد يفصلنا عند أخول قانون مالية 2017 حيز التطبيق الفعلي وهو قانون لن يكون بردا وسلاما على جيوب المواطنين من فئات الدخل المتوسط والضعيف مع استمرار ضحف قيمة الدنار وقطع الحكومة لكل أمل في زيادة الأجورة شكرا شكرا شكرا